السلام عليكم ورحمة الله كديرين كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير انتم ما كتشاهدوا هاد الفيديو اليوم ان شاء الله غدي نديروا معاكم هاد الطاطا اللي مشوية في الفورن بالتوابيل كتجي رائع بوحد الخلطة رهيبة اللي كتجي زوينا وكتجي بنينا وما تيكونش فيها الزيت يعني خالي يمدو هون حالي عندو الريجيم وهدا كي يقدر يديرها ما كي يتحرمش من البطاطة كتجي بحلطة المقلية وكتجي رائعة هنا كنشدو البطاطة ديالنا وتنقطعوها كنقطعوها مور صوات كبار متل نرقوهاش كندلوها بحل فريت ولكن احنا كنخدموهم مور صوات غلاط شوية كيفاش كيجي السمك ديالها يكن بقو نقطعو البطاطة ديالنا القياس اللي عندنا كتكون متسوية في السمك ديالها باش كتطيب مقادة وكنقطعوها كم ميلة باش ما كتجيش طويلة بزاف لان عندي البطاطة غليضة كبيرة هدي اللي صغيرة ماشي مشكلة نقطعوها ميلة ولكن ماشي ميلة بزاف مش كتجي البطاطة مقادة هنا كندلو حد الاناء اللي فيها الماء بحلقة وكن نرقضوها في الماء تكي نقص دك النشا كنخلي واحد ساعة المقانة لكن ما مزروبين ش عليها ولكن ما مزروبين عليها صافي كنغسلوها وكنحيدو وكنديروها في هنا كنديرها في واحد الكاسرون وكندير فيها الماء كنغطي على ديك البطاطة كنديرو حسب واحد معلقة صغيرة دي الخل وكندير شوية دي الملحة وكنسد عليها كتطلع عر الفيضة ما كنخليهاش طيب يعني عر كتسخل البطاطة وكتبدا تدير الكشكوشة الفوق صافيو كنحيدها من من الكاسرون كنديرها تتحيد من الماء هاي دي بطلعت هذيك الفيضة اللولة ما كنخليوهاش قاعد تتوخ بصيفة نهائية عر كتسخن وكتطلع ديك الكشكوشة وكنحيدوها ههنا بعد ما صفيناها هاي صفينا البطاطة دينا ديتها في الكسكاس حتى تصفها سمزيان من الماء ونشفها شوية هنا كنبدو نتبلو كندير واحد رسل مع القديس كينجبير متا نقويش وكندير التومة اللي هي كنت صعوبة معاكم مرة غدي نخلي عليكم في أسفل الفيديو هنا كندير الفلفلة حمرة تحميرا كندير عر شوية متا نقويش وتندير السودانية حسب الضوق الى ما بغيته السودانية زيدوا شوية الفلفلة حمرة في بلاستها كندير واحد رشات الملح حسب الضوق هنا كندير واحد شوية دي الكامون كندير حال هكا كامون بتيكون حبوب لان الكامون حبوب إلا كان أحسن يكون لكامون حبوب يكون دائما نخليه صعين ما كان منطحنوش كندير واحد جوج معالق دي الزيت البلدية وتندقى نحركها حتى كنت تاخذ هدوك التوابيل كنحركها مزيان وهنا كنخليها واحد حتى كتبرد كنخليها واحد من الساعة حتى كتبرد وكتشرب هديك التوابيل وعد باش كنديروها في واحد اللاطة دي الفورن ونكونوا مفرشين لها إلا ما غيرتوش تفرشو دهنو بشوية زيت البلدية دهنو بشوية اللاطة باش ما تلسقش كندخلوها الفورن درجة الحارة 200 درجة كنقعد دهب حلوك باش كتطيب كلها متساوية ما كنخليش بلاصة فيها و بلاصلة لأننا عندي شوية لطاة كثيرة غادي ندخلو دهب الفورن هاي بعد ما طابت كيفاش كتجي كتجي رائعة جربوها كترافقوها ب بصلصة دي الفтора أو بلا موطار ولا بغيت تتكلوا عيرها ككرة هكذا تجي منينا وجربوها وارضوا عليها في التعليق ديالكم كيفاش غدي تجي ونعجبكم في فيديو وشاركوا في القناة وما تنسوناش باللايكات باش دائما ان شاء الله توصلوا للجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة